تشهد العلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية توتراً واضحاً بعد انتقاد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية دور الأحزاب السياسية معتبراً أنها لم تحدث تأثيراً في المجتمع الأردني خاصةً على المسرح الأساسي للديمقراطية رد الأحزاب على انتقاد الحكومة في هذا التقرير لطالما شجع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنيين على المشاركة السياسية والحزبية داعياً الشباب إلى المشاركة السياسية بعيداً عن الانتماءات الجهوية الوزير أطلق مؤخراً رصاصة تجاه الأحزاب السياسية متهماً للأحزاب بأنها لم تحدث تأثيراً في المجتمع الأردني حتى الآن ما أشعل حرباً انصح الوصف بين الحكومة والأحزاب السياسية في ظل التوجه الديمقراطي الذي ارتأيناه وأيدناه وعملنا من أجله منذ عام 1989 نرى أن الآن تعود منهجية عرفية في استدعاء الأعضاء في الأحزاب وخاصة في قطاع الشباب ويجري الحديث عن سبب انخراطهم في هذا الحزب أو ذاك الأحزاب ترى أن الحكومات المتعاقبة عملت على تشويه صورة الأحزاب في ذهن المواطن تارة من خلال ربط العمل الحزبي بالاعتقالات والملاحقات الأمنية وتارة أخرى من خلال تشويه صورة الأحزاب وإظهارها قاسرة عن تقديم ما يمكن أن يرتقي بالوطن والمواطن الأحزاب في بلدنا هذا حتى هذه اللحظة لا تملك أن تقوم بفعاليات هناك تضييق ممنهج من الحكومات المتعاقبة هناك إغلاق للعديد من الأحزاب وفروعها في المملكة هناك إغلاق في الأفق السياسي والتعاطي مع الأحزاب أعتقد أن الوضع الحالي لا يشجع لقيام حياة حزبية سياسية الحكومة لا ترى أي أزمة مع الأحزاب وإنما هي مطالب يمكن تحقيقها تدريجياً ضمن القانون لا يوجد أزمة لكن هناك بجوز بعض المقترحات التي طرحوها بعض الأخوان بالأحزاب ومشروع أن يطرحوا هذه الأفكار وهذه المقترحات وخصوصاً حول قانون الانتخاب إذن ثمت أزمة سياسية بين الحكومة والأحزاب بوجود تسعة وأربعين حزباً وخمسة وعشرين تحت التأسيس وتسعة وعشرين ألف مواطن حزبي فيما تحاول حكومة الملقي تهدئة الأزمة والجلوس والحوار حول الوضع الاقتصادي ونيلي سك موافقة على ما قد يكون مشهداً اقتصادياً صعباً لا يلقى أي توافق أردني اشتركوا في القناة